الويد الصلاة الويد الصلاة يهميني جداً أوضح لأحباءنا المسلمين إن الكتاب المقدس بيوصل لنا رسالة المحب وإن المسيح جه وقال عن نفسه إن أنا أتيت ليكون لكم حياة وليكون لكم أفضل وإحنا في قناة الحرية بنوصل رسالة محبة المسيح لكل الناس وبنقول بكل وضوح المسيح هو اللي بيدي حياة اللي بيقتل هو الشيطان وأي حد بيقتل الشيطان هو اللي بيحركه إن كتاب بيقول عنه إنه كان قتال الناس منذ البدء أرجو إن الكلام ده يبقى واضح إحنا بنعزي كتير للأسف السنين اللي فاتت أحداث كتير بتحصل ودايما بنقول اللي بيقتل هو الشيطان بيحرك الناس وده لازم يكون واضح يمكن زعلني شوية بعض التعليقات اللي جات على الويب سايت وجات على البرنامج والفيسبوك بتاع البرنامج أنتو المسيحيين يا جماعة أنتو بتنسبو لنا هذا الأمر وإحنا يعني مش منه براء لا علاقة لنا به هذا القاتل على فكرة مش مسيحي يعني هذا القاتل أنا قلت في بداية الحلقة أني حاطت اسم واحد من رفقاء واحد من اللي بيعتزي بيهم الواحد ده قتل سنة 2015 تسعة مسيحيين في كنيسة بيعملوا درس الكتاب المقدس لأنهم سود والشخص ده الـ CNN قاله النزار تركية وبلغرية وباكستان مالوش أي علاقة بالمسيحية مش مالوش أي علاقة بالمسيح وبس ولازم الكلام ده يكون واضح فأنا مستقرب من هذه التعليقات يعني أنتو ليه بتعلقوا بالطريقة دي أنتو يعني لازم يكون واضح لديكم أن رسالة المسيح رسالة واضحة رسالة المسيحية رسالة المحبة والنهاردة إحنا برنامج قدسالة بنصلي من أجل أن ربنا يعزي أسر الضحايا ومن أجل أن ربنا يشفي الجرحة ده موقفنا الواضح ودي تعليم الكتاب المقدس اللي لازم تكون واضحة لديكم لكن الحاجة للأسف الشديد بقولها وبقول للأسف سمعت من الناس كتير من اللي بيصلوا وريبي من ربنا أن الوقت اللي جاء العالم هيشهد حاجات كتير زي كده وده بيتمشى مع نبوات الكتاب المقدس وكلام المسيح ولأن إبليس عارف أن إحنا في آخر أيام فهو جايب آخر ما عنده بيحرق بيحرق وهدف إبليس أنه يقتل وأنه يموت لأن الإنسان بعد ما يموت ليس له رجاء لسيما لو مات دون أن ينال خلاص المسيح لأن ده الكلام اللي احنا بنعلنه برضو في قناة الحرية ما فيش خلاص بدون المسيح ما فيش خلاص ما فيش سكة تانية ما فيش طريق تاني للسمى بدون المسيح لأنه لو كان في خلاص بدون المسيح فالمسيح مات بلا سبب لأنه ممكن الإنسان كان يخلص بدون موت المسيح ده إيماننا وده إيمان الكتاب المقدس أرجو أن الأمر يكون واضح وأرجو أن يوصلكم المسيح وصى تلاميذه إنهم يحبوا حتى أعداءهم والعلامة التي تميز تلاميذ المسيح الكده بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إذ كان لكم حبا الحب هو الذي يميز المسيح الحقيقي الذي يدبع المسيح مرة تاني بنصلي لكم ربنا يشفي مشاعركم الجريحة ربنا يعزيكم وربنا يعزي كل إنسان تأذى وتضرر من الحادث الشيطاني الذي حدث بالأمس في نيوزل